السلام عليكم اي شخص بيستخدم بطاقة افتراضية استطيع تغييرها في اي وقت بطريقة منجانية طبعا انا عندي هنا البطاقة هذه تبع STCPY بطاقة افتراضية استخدمها كأن بطاقة افتراضية استخدمها في STCPY استخدمها في أبل باي استخدمها في كل المشتريات اللي عندي موجودة في المواقع الاكترونية بس البطاقة اذا تتربت معلوماتها وانت شفت عمليات شراء مشبوهها ومحاولات عمليات شراء مشبوهها لازم تلغي البطاقة وتعمل بطاقة جديدة طبعاً الطريقة بسيطة ومجانية وما فيها أي رسوم طبعاً البطاقة أنت تستطيع التحكم فيها تستطيع إيقاف الشراء منها وتستطيع إيقافها تسوق إلكتروني وتستطيع عمل كل حاجة موجودة في البطاقة بس في بعض الأحيان أنت تنسى إذا تسربت معلومات البطاقة أو لا شيء بتكون أنت حين تحتاج أنك تشتري وتكون مغلق لما تروح تفتح حين تنسى أنك تغلقها لكن أفضل شيء أنك تلغيها تلغيها وتبدلها بواحدة جديدة هنا كما تشاهدون ذروح تلغى البطاقة بنزل هنا تحت بعدين عندي هنا خيار إلغاء البطاقة هنا بقوم بالتشيرة للسومالي الاثنين للسومالي قم بتشغيلها بعدين هنا نعم أنا متأكد أريد إلغاء بطاقتي كما تشاهدون ظهر لي كذا أعملها أنا متأكد خلاص تلتغي مباشرة البطاقة اللي ولا تلتغي الرمز اللي فيها وكل حاجة موجود فيها بسنة لأول تلتغى بطاقتك ملغة الآن هنا عندي إنشاء بطاقة إنشاء بطاقة جديدة بقوم بإنشاء بطاقة جديدة من هنا كما تشاهدون здесь عندي خيار الثاني لغير البطاقة ذي بس أنا بحتاج هذه لأن هنا عندي رقمية هذه ما بطبعها لأنه الطباعة تكلف تكلف شحن وتكلف طباعة لكن هنا بطبع الإفتراضية هنا كما تشاهدون ال efterم هنا عندي بنشي رمز سري بنشي المرة الأولى أعمل الرمز وبعدين أعيده مرة ثانية بعد ما أعمله أعيده مرة ثانية خلاص هنا يجيب لي تفاصيل اسم الموجود فيه فوق البطاقة وبعدين أعمل موافق من هنا ويجيني اتصال الاتصال التأكيد يقول لي إذا أردت الموافقة أضغط رقم 1 إلى رقم 2 إلى رقم 3 زي كذا أعمل موافق وخلاص تتفعل عند البطاقة بعدين ندخل على تفاصيل البطاقة أحصل البطاقة جديدة برمز جديد ورقم جديد وكل حاجة جديد فيها اشتركوا في القناة